وتنتهي الحرب ونعوب وعندها تكون فرحة هل تعود حقا؟ وهل يعود منطور؟ وهل تكون فرحة؟ بإذن الله إذن خائفة يا صالح خوف السنين الماضية يتجمع في هذه اللحظة هذه اللحظة تقفز فوق الزمن تقفو فوقها خوف عمر كامل أراه الآن أمامي أحسه في قلبي ربها هذا الخوف يفسد عليك حياتك كيف لا؟ كيف لا؟ كنت طفلة صغيرة بالكهاد وعيت الدنيا واربة كانت أيضا كذلك شتتنا كانت تصرقنا أمامها للتسوي تستدر عطف الناس علينا كانت تضربنا تقص علينا لم أكن أجرء حتى على الهرب بنا أما وردها فكثيرا ما كانت تتمرن كانت جدتنا تستأثر دوننا بالغطاء فنبيتنا ارتعش من شدة البر من شدة البر ومن أصوات البئاب تشق سكون الليل ومن أصوات الرعود تهز أركان الكوخ الذي نأوي إليه وردة كانت تصرق الغطاء عن الجدة أما أنا فلم أكن أجرء حتى على مشاركتها الغطاء ثم كان صباح رأينا الجدة لم تفق رأينا وجهها وقد تغير وحركتها سكتت ثم كان أول رعب عظيم في حياتي أما وردة فلم ترتعد أسرعت إلى الناس تعلمهم بمجرى جاء أبوك أخذ وردة ومنحها الحب والعطف والرعاية وجاء أبو منصور فساقني إلى بيته سوقا أخذني خادمة ذليلة يرعبها كل يوم ألف مرة كفى يا رباب كفى كل هذا سينتهي سيكون حبي لك بل سمن يشفي كل جراح سني أحد هذا الحب الكبير أخافه لا لا تقول هذا يا رباب قصف يحدثني بأن شر سيقع ترجمة نانسي قنقر